دايماً لما بنلاقي إنه رئيس الجمهورية موجود في أوساط أوروبية وفي زيارات أوروبية بيتكلم عن إنه والله إحنا دلوقتي قدرنا نحقق أهم الأهداف اللي إحنا بتفعيل عليها وهي إنه بقى منعنا الهجرة غير الشرعية ده عن نسبة المصر آه طبعاً ما وده كان كله بيروح أوروبا آه إلى حد كبير جداً بس فيه منافس تانية مش إنت الوحيد فيه من ليبيا الشاطئ الواسع الطويل ده كميات ضخمة بتطلع دي زي تجاري نخاسة زمان فيه ناس متخصصة ده صحيح في جمع أولاد زغيرة ساعات وعائلات وبتدفع ويطلع على البحر وياخد حمولة ثلاث أضعاف المركب تغرأ يحلها ربنا يعني أنا دلوقتي مبناش بنتكلم بس عن منطقتنا اللي بتتغير أو شكلها اللي بتتغير بنتكلم عن كمان أوروبا اللي بتتأثر أوروبا بتتأثر بذلك تماماً وبيعاد تشكلها وفقاً للأوضاع الناجمة عن الأحداث الأخيرة الأحداث الأخيرة في فرنسا يجب أخدها كمؤشر كمؤشر للمستقبل أحداث 68 كانت مؤشر للمستقبل كانت سياسة دلوقتي بقيت اقتصاد أه معلش بس هي في النتاج في النتاجة حركات احتجاجية ياخدها الشباب بالدرجة الأولى وبتكون نتائجها تغييرات معينة شيء أولى من شيء وده الأمر اللي لازم يلاحظه شكل الدنيا كله بتتغير ترجمة نانسي قنقر